اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بيكو في منوعات معرشة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نوعين حلو حقيقي اللي اتنين طلعوا اجمل من بعد ان شاء الله الوصفة بتاعتنا النهاردة تعجبكم هنحط كل المواد اللي هتضرب في الخلاط او في الهند بلندر هنحطها كلها مع بعض حطيت كوباية لبن وكوباية زيت واربع بدوط مهم جدا نفس الكوباية تعاير بيها المواد كلها او نفس المج وكوباية وربع سكر كيس فروتي برتقان واربع كياس فانيليا لكل بيضة وكيس فانيليا في منهم كيس فانيليا برتقان حقيقي كيس الفانيليا فرق في اللون وديها طعم كده ان شاء الله جربوها بكيس الفانيليا البرتقان وهيعجبكم اهم خطوة في نجاح الكيكة او انا لسه ما قلت لكمش احنا هنعمل ايه النهاردة احنا هنعمل مع بعض هارسة الدرة اهم خطوة في نجاح هارسة الدرة او اي كيك ان انت تضرب المواد كويس في الخلط دي اول خطوة في نجاح الكيك خليكم معي اا ان شاء الله في خطوات بسيطة كده هقول لكم عليها اا بتحصل كتير قوي اللي لسه مبتدئين في ان هما بيعملوا كيكة ومبتطلعش نجحة معيهم ان شاء الله اا نطلع من الحلقة بتاعتنا النهاردة مستفدين بحاجات بسيطة كده ان يتنجح معكم الكيك حطيت كده 3 كباية دقيق درة ونص كباية دقيق متعدد الاستخدامات هنحط كيس بانيليا لا بانيليا ايه لا ده كيس بيكينج بودر ومعلقة كيك شيف معلقة صغيرة اا انا بحب احط معلقة صغيرة من كيك الشيف بحس ان بيفرق كتير معي وطبعا المواد الجافة كلها لازم ان ندخلوها كده هنقلب المواد الجافة كلها وبعد كده هنحط الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض دلوقت دي الخطوة التانية في نجاح الكيك هنقلبوه طبعا براحة بمضرب السلك اا اقلبيه اتجاه واحد وحاولي تقلبيه يعني ما تقلبهش كتير عشان ما تطلعيش الهوى منه السمك كده كويس جدا حطي المقادير اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي وان شاء الله تنجح معيك طبعا الصينية انا اي مادة دهنية مسحت القوع بتاع الصينية وحطيت عليها شوية دي يعني قولي كده عفرتها بشوية دي اا الخطوة التالتة طبعا تكون مولع الفرن من قابليها وادخليه على درجة حرارة مية وتمانين انا بقولكم ان انا حطيت مادة دهنية ومسحت القوع بتاع الصينية بحبت دي جينا كده لوصفتنا التانية كباية لبن وكباية الا ربع زيت الوصفة دي كباية الا ربع زيت وثلاث بدوت وزي ما اتفقنا لكل بيضة كيس فانيليا وكباية وربع سكر حوالي معلقتين تلاتة يعني ربع يعني في كاع الكباية يعني كباية وربع سكر حطينا كده تلاتة كيس فانيليا وطبعا زي ما اتفقنا نضربه المواد اللي حطيناها كلها نضربها بالخلاط كويس هنحط مع بعض الديق هياخد مننا كبايتين دقيق بس احنا هنحط كباية ونص دقيق والنص التاني هنحطه كاكاو خيم يبقى المقادير بتاعتنا كباية اللي ربع زيت كباية لبن تلات بيضات وعلى كل بيضة كيس فانيليا كباية ونص دقيق والنص التاني هنحطه في الكاكاو الخيم يعني كباية دقيق حاولي وانتي بتعايري طبعا زي ما انا وريتك دلوقتي كده انا بحط بالمعلقة من غير ما ضغط عشان يطلع المعيار مزبوط معيكي حطينا كده المواد الجافة كلها وكيس البيكنج بودر والمعلقة الكيكشيف ورشة الملح هنقلب المواد الجافة كلها مع بعض هنحط الخليط اللي ضربنا مع بعض وزي ما اتفقنا هنقلبوه اتجاه واحد الصانية طبعا دهنتها مادة دهنية لو انت عندك كاكاو انا بصراحة ما تبقاش عندي كاكاو كنت حطيتيه بدل اللي دي اللي انا حطيته في قاعة الصانية ان شاء الله مش هيفرق كتير وممكن يفتحها لك شوية وصفتنا كده التانية خلصت حبيت اعمل شوية تغيير فحط عليها فرماسي وزي ما اتفقنا الفرن بتاعنا مولى على درجة حرارة 180 عايزة الكيكة بتاحتك تطلع نكحة ومتعوديش كل شوية زينا يعني زمان اول ما بدأنا نعمله الكيك كنا كل شوية نعودوا مبصوا نبوء القانين انت حطي الكيكة على درجة حرارة 180 وما تفتحيش عليها الفرن غير بعد تلت ساعة تلت ساعة بالزبط 20 دقيقة وما تفتحيش عليها الفرن وان شاء الله هتكون استود كمي ديها نص ساعة وانت موطيه عليها الفرن وابدقي شفيها بخل او بسكينة لو لقيت الخليط ما بيطلعش معيك ولقيتها نشفل السكينة اعرف ان هي استود لقيت فيها الخليط لسه طري شوية سيبيها موطيه عليها الفرن وان شاء الله هتطلع نكحة معيك الهريسة الدرة طلعت معينا والحمد لله السوا بتاعها كويس لو انت عندك شربوت حطي على وشها شربوت انا حطيت عليها النهاردة كباية لبن عليها معلقة ونص سكر ممكن تعمليها بالشربوت اعملتها معكم النهاردة باللبن وحقيقي طلعت جميلة جربيها وان شاء الله تعجبك النهاردة كده خلصنا وصفتنا سواها فعلا السوا كان طلع جميل الكيكة كان طلع هشة وتعمها حلو وسواها حلو ان شاء الله جربي الوصفة زي ما قلتلك بالزبط والسوا وان شاء الله هتطلع نكحة معيك ومش هتشتكي من الكيك مش بيستوي معيك كويس ان شاء الله الوصفة تطلع نكحة وحقيقي هارست الدرة كان طعمها مختلف وكانت جميلة جربيها وان شاء الله تعجبك لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبس كريب عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة مع منوعة معرشه اشتركوا في القناة